في أهديات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفياً تتشكل دارة عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل هي دارة وظيفية شاذة هي دارة المنعكس الشوكي الاجتدادي عند تنبيه هذه الدارة الناشئة تنطلق الإشارة العصبية مباشرة من المستقبل الحسي إلى العصبون الحسي فالعصبون المحرك السفلي فالعضلة الهدف هنا ونتيجة لغياب الدماغ وظيفياً لا تخضع الإشارة العصبية لعمليات المعالجة والتدبير بل تصب مباشرة كامل حملها من الطاقة في حضن العصبون المحرك السفلي فتكون استجابة هذا الأخير عنيفة مفاجئة غير موضوعية لا تتناسب وقوة المنبه نفسه وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاجتدادي شديد القوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر